وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 459 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 147 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 24 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط قرابة 118.5 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وضبط 709 قضايا من بينها 122 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز كما تم ضبط قرابة 90 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية